أعزائي المشاهدين أنتم على موعد مع جرعة التعليق الأسبوعية في كابينت التعليق قبل أن نبدأ في موضوع الحلقة لازم أتكلم عن الحدث الترنت وهو القمة العربية الزمالك كسب برامتز في مطش ملحمي وهي قابل لأهلي في القمة نتمنى بقى القمة اللي جاية تكون نتيجة حلوة آخر قمتين بصراحة تحس اللاعبة بتشارك منظر مش عايز أقول لكم آخر قمة فيه اللاعبة باعت المطش سامع يحمد فتوح بس أنا النهاردة بصراحة جاء لكم بقمة أهم وهي قمة العنصرية الرياضية طبعاً العنصرية مش جديدة في الرياضة يعني لسه من يومين أنور الغازي مع موله حرفياً فصل عنصري من النادي وعندك عم الحج مودست الأهلوية بيهجموه عشر راجل مسن وإحنا كزمالكوية بصراحة ضد العنصرية على مودست لازم يا جماعة الأهلي يدولوا فرصة ماتش اللي جاي إياك اشفت الأهلي أنتو فين من الزهيرة رونالدو والكابتن روبرتو كارلوس إمتى بقى نشوفهم في الأهلي لكن خلينا في حادثة العنصرية اللي أحكي لكم عنها الحلقة ديت واللي حصلت من ثلاثة يام بالزبط وبالتحديد في كاس العالم لرياضة السلاح أو الشيش اللي تلعب فيها مباراً ما بين لاعب دولة الاحتلال وما بين اللاعب المصري اللي اسمه محمود محسن وللأسف قرر محمود أنه يلعب قصاده وما ينسحبش لأسبابه الشخصية وعايز أقول لك يا محمود أن نفس بطولة المبارزة بالشيش ديت اتلعبت في إيطاليا وانسحبت منها اللاعب الجزائرية مريم مبارك واللعب اللبناني أنطولي الشويري والعراقي علي حسين لما عرفوا أن هم هيلعبوا لعب من الكيان الصهيوني التعلم محمود من أندونيسيا اللي رفضت أن هي تستضيف كاس العالم للأندية تحت عشرين سنة وضحت بطولة كاملة بعوائدها المادية بسبب أن فيها فريق إسرائيلي هشارك فيها وكله عشان ما تظهرش أن هي بتخسل جرائم الحرب الإسرائيلية بالبطولة دي بس اللي كان كان واللعب المصري عمل حاجة غلط جدا ومنسحبش طيب قال لأ فين يا جماعة حادثة العنصرية اللي حصلت اللعب الإسرائيلي اتهم اللعب المصري اللي منسحبش ولعب أصاده بالعنصرية بسبب أنه هو رفض أن يسلم عليه يا ابني مدال عادي إحنا أصلا مش معترفين بيكم نسلم عليكم كمان وإمتى في الوقت اللي دولتك بيتمارس فيه الإبادة الجماعية على مدينة عربية بس إيه القصة بالزبط يا جماعة الحكاية إن الوادي الإسرائيلي ده كان خسران خفص صفر قدام البطل للمصري مش عايف يجيب ولا نقطة وخلاص الماتش بيخلص وهيخسر قال بس أنا هلجأ للخطة به اللي المدرب مرن عليه طب إيه بقى الخطة به الخطة به أنه يسلم على اللعب المصري لو رفض يمدله إيده القانون على طول هيشطب المصري من الماتش بسبب عنصريته تخيلوا مش بس فكر أنه يكسب من غير ما يسجل ولا نقطة لأ ده كمان هيجيب النقطة لللعب المصري طبعاً العرفة في اللعبة ديات إن انت بتسلم بالسيف مش بس لسه بقى تقلع لبسك والجوانتي وتسلم والحورات دي كلها محمود المصري قال له خد أهو السيف عايز تسلم عليه عايز تنزل تركع ورقيك انزل ما عندش ايه مشكلة عايز تعمل بالشيش شيش طوقي يا عم انت حر شوف انت عايز تعمل ايه بالسيف بس يبعد ايدك عن ايدي عشان انا متوضي الاسرائيلي قال بس يا جدعان غلط وانا كنت مستنيه يغلط فرستي وجاتلي وجير اللي الحاكم يقول له لحق الواد المصري ده ضد السلام الحاكم قال له آه وإيه كمان لا ما تقولش عايز يعمل لجازك الفني ابادة جماعية وقال له روح روح يا ابن اتمرن وتعالى لعب اكسب بمجهودك بدل ما انت عملت اتمرن على الاساليب دية انت هادي يا اسرائيلي المدرب مرنك على اكتر حاجة ما بتعافش تعملها السلام مع ان الواد محمود المصري كسب المتش بس يا محمود لو كنت انسحبت كنت هتكسب اكتر من كده بكتير الفلسطينيين مش مستنيين منك انك تفزي من الاسرائيلي في الحلبة ولا انه يمدلك ايده فتقول له لما اخذها راح اخسلها وتعالى لأن الدم وجرامي الحرب ما بتترسلش مين بقى يا جدعان معجبوش مشهد ان اللعب ما بتسلمش على لعبت الاحتلال وبتنسحه دائما من قدامهم رئيس وزراء دولة ما طلع بنفسه اعترض على ده وقال انه ضد الفصل عنصري في الرياضة ايه ده مين جي فرع عصر يا جدعان وماندلة زمانه اللي قال كده مش هتتصدقوا طلع نتنياهو ليه بس كده بتحط دحكة برجاوي هو صحيح الاحتلال خلال 75 سنة اللي فاتوا عمل اخلاق قصري للفلسطينيين وخرجهم من بيتهم وتسبف ان 6 مليون لاجئ مش عاي فيه يرجع بيتهم لحد النهاردة بس قال انه ضد الفصل عنصري في الرياضة بس والتصريح ده طلع بسبب ان لاعب جوزه ايراني انسحب من مواجهة لاعب دولة الاحتلال اوكي بس هوا ده الموقف الصح اتعلم يا محمود يا محسن حتى شوف رد فعلا انتنياهو على الموقف ده عمل في ايه الراجل زهق ولما رجالته قال لهم قال لأ جراجد عيان واحنا نفضل لحد امتى كده العرب والمسلمين بيعملوا عكس حكوماتهم ومديلنا هوا مش معترفين بينا نحس ان احنا مش موجودين يا كوهين فواحنا مش موجودين يا اسطا كوهين قال له حشان الله باشا دالولة الشعوب العربية والله يكونوا فضلوا الكرسي في القمة العربية قال له الأمال ايه يا جراجد عيان بينسحبوا ليلا ما يواجهونا في الرياضة ده حان حتى دولة بنسمح بكل العقائد والطواقف عندنا يا برجاوي استنى بس طب هتديك امارة لا امارة ايه بقى ده انا هتديك الامارات كلها لسه عاملين معها عارضة ازياء مشترك والحمد الله شاركنا في الموضة بالطقيل برموضة مين بقى يا جماعة سمع الكلام ده من نتنياهو اتنين لاعيبة شاشان غلابة يعيني مسلمين قال له يا جدعان ايه رأيكم نبيع دنيا ودين احنا في زمن الاحتراف وهنروح نحترف في الدولة الجديدة ديت اللي رئيسها بينادي مع عدم العنصرية قال له بس يا جدعان نلعب فين هناك نلعب فين احنا لازم نختار النادي الصح وما بتكلموا كده لو فيديو نتنياهو رايح لجماهير نادي بيطار الاسرائيلي وبيشجعهم وبيقولهم جوبيتار قال له بس يا جدعان احنا نخلينا في الامان وننزل نلعب مع الفريق اللي بيشجعهم نتنياهو اللي بيهاجم العنصرية وفعلا السفقة تمت وسفروا الاسرائيل هم على اول شارع النادي بدأوا كده يلمحوا يفت غريبة كده شكلها مربج بصراحة لو يفت مكتوب عليها ها نحن هنا اكبر نادي عنصري في المدينة واحد منهم بص للتاني قال له يا ابني انت متأكد ان ده النادي صح ده شعارهم عكس شعار الفيفا تماما اللي بيقول لها العنصرية هما واخدين استسنى من العنصرية من الفيفا ولا ايه كملوا شوية كده عند بوابة النادي لو يفت مكتوب عليها الموت للعرب وسمعوا يعني استغفر الله العظيم يا رب اصوات بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم بس كده الصح بقاله ومش المفروض قبل الماتش الجماهير بتهتف لفريقها هما ليه بيهتفوا البطل العرب واحنا الطيارة نزلتنا اللعب التطار بالغلط ولا ايه يستهى انت متأكد ان ده النادي الصح قالوا يا عم والله العظيم هو نادي بطار اللي بيشجع انتنياهو اللي بينادي بعدم العنصرية في رياضة خش خش بس نلعب كده وانتمرن وملكش دعوا باي حاجة اللعبة دخلت تتمرن لو الجمهور بيهتف الارض بديل اليهود والصحينة بس تفكرين نفسكم جايين تلعبوا بجد ولا ايه على بلدك وارجع ده الفصل العنصر بيوجع ومش بس كده شتى مقدرتنا ديهم اللي هو انتو ازاي جايبين مسلمين يلعبوا بسطينا احنا في الكورة ما بنلعبش غير يهود زي قدرت الدولة عندنا بالزبط وامو قيلين اطلعات من ناكلوه على المسجد الأخصى نضربكوا هناك كل جمعة يلا يلا الشيشاني من ناكلوه تعملوا ايه هنا؟ وقال له نتانياهو شعارات الديمقراطية اللي انت بترواجها في المنطقة دية تروح تقولها الامريكا بس احنا ملاش دعوا بالحاجات دي انما انت في بلدنا لو ما كنتش اسرائيلي ابا عن جد صعب جدا تلعب كورة عندنا ايه ده ابا عن جد زابر جاوي ده على كده ولا اسرائيلي هيلعب كورة مو ام واحد من اللعبة الشيشانيين بس لصاحبه قاله الله يخرب بيت شرطك هو ده الجمهور اللي هيشجعنا اما قاله الجمهور المنافس هيعمل فينا ايه؟ اصلا يعني توقعت كده لمنزل الملعب قال قال الجمهور على قال رفع صورتي بيرحب بيه مش هلاقي يفطت الموت للعرب بتانا قاله بقولك ايه عم اتمرر وانت ساكت احنا جاينا نعمل يرشين ويعمل نفسك مستامع لسه بيحط يده على ودنا عشان ما يسمعش لأهم بيهتفوا يعني ما اغزى يعني كده بيقولوا ايه؟ فاكدوا لا 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 انت ساعت تقولي الى الكلام ده لا فالواد الشيشاني بقى قالي لصاحبه ايه هما بيتمرروا يا عم انا ما بيعتش اخرتي عشان راح اتفشخ في اسرائيل اتمرر ازاي بس وفيه طبع ورا السلك لو اتمكنوا مني هيفقني حرفيا وقام الواد الشيشاني طلع يجري لكن بص الجمهور اتهجم على ازاي؟ وعدوا يهتفوا الحرب بالحرب ولكن انت تتخيل ان اللاعب الشيشاني المحترف ده المفروض يروح يلعب في استادو مسته الاف من الجمهور ده تخيلوا بقى ان ده الفريق اللي رئيس وزرة الاحتلال بيشجعه انا بولت انزل بالضحكة برجاوي اللي بقى يعرفوش بقى ان اللاعبه المسلمه ديت واضح ان هما ما عملوه السيرش كويس قبل ما يروح يلعبه في النادي ده عايز اقول لهم ان النادي ده مش عامل ألترس تشجيع زي باقي النوادي وعمل بدلها عصابة اسمها لافاميليا شوف فرق بينها وبين جمهور ريال سوسي داد اللي عمل الماتش اللي فات دخلة تدرس ضد العنف والاكل وعنحة التانية عندك مافيا نادي بيطار لافاميليا اللي احتمال يكون اللي اتحق بيها انك تكون على الاقل قاتل اتنين عرب ومهجر اسرتين في السريتين العسابة بتاعت نادي بيطار عملت اكتر حاجة درامية في تاريخ الكورة بعتت رسالة لمدرب فريق بيطار انه لو لاعب اللاعب رقم 13 للمسلم الماتش اللي جاي هيتحمل عواقب اللي هيحصله والخيار ليك وزي ما شفتوا كده التهديد وصل للمدرب والماتش بدأ وفريق بيطار متعادل من نتيجة صفر صفر والجمهور غير راضي على اداء الفريق اهم المدرب منازل اللاعب رقم 13 المسلم اللاعب المسلم ده يجيب جون الفوز الوحيد للفريق والله سيناريو فيلم يا جدعين شفت شفت الكابسة يا برجوي اكيد بقى الجمهور العنصيرو ده يبدأ يحب اللاعب صح يا برجوي لا فضلوا العنصرية على الفوز والجمهور قاعد يشتم في اللاعب اللي جاب لهم الفوز الجمهور ده منتمي للعنصرية اكتر من انتماءه للفريق بتاعه ودايقوا بعد جون اللاعب المسلم لدرجة ان هما بدأوا يسيبوا الاستاد ويرفع ويفط ان بيطار طول عمره بيور وانتو يا ادارة بيطار لوستوه انا بتخيل كده لو كان الماتش ده بيتلاعب اليوم دول كان هيقوله بطالوا تعملوا صفقات مع حوانات بشرية فاكرين بقى الرسالة اللي بعتها الالتراس المافيا ده للمدرب وقالوله لو اللاعب ده لعب تقبل العواقب اهو المافيا فعلا طلعت قد كلمتها ونزلوا الشارع عملوا اعمال تخريب لدرجة ان عربي ماشي في الشارع كده مالوش اي علاقة باللي بيحصل ولا بيتابع حتى الدور بتاعهم تهجموا عليه انتو متخيلين الاجرام الناس اللي مستغربين اللي بيحصل في غزة تخيل ان ده بيحصل بس عندهم في الرياضة في الداخل الفلسطيني عرفت يا محمود ليه بنقولك بعد كده لو قابلتهم او عطل عبدالضهم في مرة كده كان فيه ماتش الفريق بيتاري لجمهور الارهابي ده مع فريق الرينا اللي من الداخل الفلسطيني قامت العصابة دي بقيادة بابلو بيتار نزلين على المنطقة ديت ورفعين يوفت مكتوب عليها كالعادة الموت للعرب وحرقوا محل تجاري لشخص عربي ولح مش اجعي لفريق بيتار الكوتس فهن اللي سوا هاي العمل ايه؟ حمل المعتدون اثناء تنفيذ جريمتهم لافتة عنصرية حملت غبارات الموت للعرب وريني الى جوهنم كما حاولوا اضرام النيران بالمحل التجاري ولاذوا بالفرر طبعا كل ده عادي بس لما لعب عربي ينسحب من قدام لعب اسرائيلي يبقى طبعا عنصري وكوخة حتى الاعلام استغرب من تصرفات جماهير بيتار العنصرية فسألوا مدافع الفريق وانتوا ايه مشكلتكم بالزبط مع المسلمين بشوتوا دولة الوحيد والديمقراطية في الوطن العربي وشجع اللهم احنا عارفين ان مش كل لعبت الكرة العرب ارهابيين بصراحة يا كرم اخلاك يا اخي هو فعلا كل فين وفين كده عامل لاقي لاعب مش ارهابي بس اولي كده بيعمل ايه اللاعب الارهابي ده عندوكو في فريق اكيد بيقيت اللاعبت المنافس صح طب بيسجنهم؟ طب ايه بيرمع لهم صواريخ ويعمل لهم تشوهات في قسمهم؟ طب بيقصف ملاعبهم؟ قول لي بيعملوا ايه؟ قال لا ده احنا مشكلتنا معهم اعمق من كده بكتير تخيل اللاعب المسلم بيفلش الشرط بتاعه وبيصلى عليه؟ ما زي المسيحيين نقدر نتقبلهم؟ فبنتطر بقى نحرق محلاتهم هنعمل ايه؟ طبعا يا برجو انت عارف ان فيه عرب كتير في الداخل الفلسطيني صح؟ وخدوا القرار ان هما يستقروا هناك تعال اوارليك بقى ايه اللي حصل معهم لما قرروا شاركوا بفريق كورا وهل دولة عنصرية زي دي ممكن تتقبل يبقى وسطيهم فريق عربي وكمان فيه مسلمين؟ الفريق ده اسمه نادي سخنين الفلسطين بيرفع عالم فلسطين وبيرفع الشعارات القومية العربية كمان تخيل بقى لو الفريق ده قابل فريق بيطر العنصري ممكن يحصل ايه؟ تقولي يا عمه برضو يعني فيه فريق فلسطين يلعب في دوري اسرائيلي؟ بس قبل كده عايز اقولك ان حتى فلسطين فشلت انها تعمل دوري متكامل بسبب ان الاحتلال مقسم الضفة الاربعة وستين منطقة وعازل المناطق والمحافظات دي كلها عن بعضيها تعالى ناخد مثلا بسال عشان اوضح لكم الصورة عاملة ازاي؟ تخيل ان ده بيحصل في مصر هتلاقي ان الاهلي ما يعرفش يلاعي فريق اسوان عشان الاحتلال فاصل نص الخريطة حرفيا بالنص ده غير ان البنية التحتية الرياضية اللي فلسطيني تدبرت تماما بسالة قصف الاحتلال زي قصف اتحاد كرة القدم وملعب اليرموك وملعب رفح ونادي التحاد الشجعية ونادي الشمس ونادي الشهداء ونادي اهل النصيرات ونادي خدمة نير البلع ونادي الشباب جبلية ونادي الشباب رفح والمدينة الرياضية ونادي الهلال وكل ده كان قبل قصف الشنيع على غزة فبالك بقى اللي بحصل فيهم دلوقتي فعشان كده اضطر الفريق العربي اللي اسمه نادي الساخنين الفلسطيني بانه يلعب مجبر في دور الاحتلال فضى المحافظة على شعاراته القومية العربية الفلسطينية وبيهتف دايما في كل الملاعب بتاعتهم بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وبيقولوا ان الفريق عنده قضية وطنية بيتلحها من خلال الرياضة ونضالنا هو في الرياضة في الفن زي ما الكل بيحكي الفن والرياضة هي طريق نضال انت بتلعب ضد العنصرية نحب ساخنيني فريق عربي الوحيد الموجود لنظر بحط مشاعرنا فيه يعني هذا الفوز مهم جدا نهديه لكل فلسطيني لكل عربي لكل محب لا اتحاد بنا ساخنين والله الفريق احنا خضية وطنية بساخنين يعني هو اكثر من انتماء انا اجيت من دار الاسد عشان نشجع الفريق تبع اللي بحب والفريق العربي الوحيد نرجع بقى للماتش بتاع نادي ساخنين وبيطار ومن فجأة ان الماتش ده اتلعب في نهائي كاس وزارة عنصرية جمهور بيطار في الماتش ده لما قالوا احنا جينا هنا عشان نقول ان البلد دي ماملوكة بس الاسرائيل وعارع الارهابيين بتاع ساخنين ان هم يرفعوا علام فلسطين اللي هي بلدهم اصلا الجمهور بطل قدس ما يتقبل اي لعب عربي او بالذات اي لعب مسلم بس النادي ساخنين الفلسطين يفاز بنتيجة واحد صف قوم اللي احتلال يعمل ايه بقى؟ قرر انه يقف الملعب ساخنين للأبد هو ده الفصل العنصري وان لبلاش ايو كده واي فريق هينكد على مزاج نتنياهو ويكسب فريقه هنيفل له النادي بتاع منع نادي سخنين الفلسطيني من لعب المباريات في ملعبه بعد فوزه على فريق بيطار القدس العنصري لحجج وهيا وسخنين من ساعتها ما بقىش يلعب على ملعبه يعني بعد كده يروحوا لي لعب مثلا الزهاب على ملعب بيطار والقياب على ملعب بيطار برض والجون اللي هيجيبه نادي بيطار في المصد شين هيتحسب بوجونين إذا كان عجبكم ودي كانت لمحة عن الرياضة في دولة الفصل العنصري اللي بتهت في الموت للعرب ومستغربة إن اللاعب العرب بينسحبه من قدامه المفارقة بقى إن النظام الفصل العنصري ده مش لأول مرة نشوفه في إسرائيل لأ ده حصل قبل كده زمان في جنوب أفريقيا لدرجة إن البيت كان لهم أماكن والصمر كمان كان لهم أماكن تانية خالص ولو فيه أصمر مثلا سباك رايح لبيت واحد أبيض لازم ياخد تصريح من ملاكز الشرطة شنينتين لمكان البيت شوف بقى الفيفا والمواقف المحترمة اللي خدتها ساعته وقفت اتحاد جنوب أفريقيا ومنعته من المشاركة في كل البطلات الرياضية وكان بيتعمل حفلات موسيقية في أوروبا وفي ملاعب كروية طعا طفا مع التفريقة العنصرية في جنوب أفريقيا طب يا أخوانا ده نفس اللي بيحصل عندنا برضو في فلسطين أهو إيه بقى يا النظام سوريا ظلمناك يا جنوب أفريقيا لإن اللي بيحصل دلوقتي ألعن ولا يقارن باللي انت عملتين اللي بيحصل دلوقتي تخطى الفصل العنصري ودخل في الإبادة الجماعية والخريب إن البلد اللي رفع شعار مماهد لشعار الفيفا وبتقول نعم للعنصرية والفيفا قدامها لا أرى لا أسمع لا أتكلم بس بدعم وأيوة الفيفا بتتعام كل سنة عادي وبتخطط أنه ينظم بطولة أوروبا شكرا لكم وتشوفكم في حلقة تانية من كابنت التعليق الاتنين القادم